اشتركوا في القناة ترعرع ضمن عائلة محبة لكرة القدم بدعم كبير من الوالد الذي أصر أن يلعب ابنه كرة القدم فشل مورينو أن يكون نجماً في الكرة على غرار والده كما فشل في أن يكون رجلاً بارزاً في الأعمال على غرار والدته سيدة الأعمال المعروفة في البرتغال ما دفع مورينو للتركيز على مهنة التدريب بدلاً من تطبيق رغبة والديه أكمل مورينو دراسته الجامعية في كليات التربية البدنية وكان لامعاً بين زملائه في حصص كرة القدم وتم تعيينه مساعداً لمدرب أحد الفرق التي تلعب بالدرجة الثانية في الدور البرتغالي جوزي مورينو حظي مورينو بفرصة مهمة بأن يكون مترجماً للمدرب الإنجليزي بوبي روبسون رغم أن الترجمة لم تكن تستهوي مورينو لكنه وجد فيها فرصة مهمة لدخول عالم التدريب وهذا ما حصل بالفعل عندما أصبح المساعد الشخصي للمدرب الإنجليزي وانتقل معه بتجاربه التدريبية من بورتو إلى تشيلي وبرشلون تولى تدريب فريق بانفك البرتغالي وكانت هذه نقطة التحول في مسيرة المدرب ووصل بعدها إلى بورتو البرتغالي وبدأ هناك مسيرته مع الألقاب حيث فاز بخمس وعشرين لقباً مما يجعله واحداً من أنجح المدربين في كل العصور منها أربعة ألقاب للدور المحلي على التوالي اثنان مع بورتو واثنان مع تشيلسي ثلاثة ألقاب مع انتر ميلان وأيضاً بكأس الاتحاد الأوروبي ودور أبطال أوروبا مع بورتو لسنتين متتاليتين بالإضافة إلى لقب دور أبطال أوروبا مع انتر ميلان وفاز بجائزة أفضل مدرب في العالم من قبل الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية بعدم الخسارة على أرضه وبين جماهيره من العام 2002 وحتى العام 2011 وتمت إقالته من تدريب تشيلسي في منتصف موسم 2015 بسبب سوء الأداء بعد أن خسر تسع مباريات من أصل 16 في الدور الإنجليزي الممتاز ويشتهر مورينو بأسلوبه الساخر في التعامل مع الإعلام وكذلك بتصريحاته النارية وحروبه الدائمة مع مدربي الفرق الأخرى فكان يخلق معجبين وأعداء في كل مكان يذهب إليه جوزي مورينو مرحباً أو مرحباً لا يمكنك التعامل لكن يمكنك التعامل من التعامل من المشكلة كيف يمكنك التعامل من المشكلة موسيقى موسيقى